مرحب بحضراتكم مرة تانية وخلينا نروح لسكايب مهم الحقيقة مع مراد دخيل الصحفي الليبي بشبكة بي بي سي العربية نتكلم عن حاجات كتير جدا ومنها طبعا نجمنا المصري محمد صلاح برحب بحضراتك على شاشة قناة الأهلي أهلا بك سارة تحية لك ولكل مشاهدي الشاشة العملاقة والوليدة الحديث أكيد لأعلام المصري والأعلام العربية شاشة قناة النادي الأهلي هذه القناة التي أحدثت نكلة ربما في تاريخ القنوات الخاصة بالأنية في العرب وفي الشرق الأوصل على العملاقة خليني أفدأ معك طبعا بشكرك جدا وخليني أفدأ معك من محمد صلاح نجمنا المصري الحقيقة تفوق على السنائي رياض محرز وحكيم زياج في جيزة أفضل لعب عربي في استفتاء شبكة روسيا اليوم العام عشرين عشرين عايز أعرف تعليقك على الخبر ده وهل شايف أن فعلا محمد صلاح كان الحق بالفوز بالجيزة دي؟ شوفي هو محمد صلاح منذ قدومه ليفربول وهو يحقق الألقاب سواء كانت فردية أو جماعية مع فريق ليفربول اللي شاهدناه ربما بشكل مختلف ومغاير عن السنوات الصعابة اللي عاشها ليفربول في الآونة الأخيرة ربما محمد صلاح هو من الأسماء التي فتحت التألخ للنجوم العرب في ملاعب أوروبا على وجه التحديد لما نجاهده محمد صلاح يكون من بين الثلاثة والأربعة أفضل لعبين في العالم نتكلمه على ميسي نتكلمه كذلك على رونالدو ربما صلاح شيء الفارق في محمد صلاح هو أنا على الصعيد الشخصي دائما ما أثني على هذه النقطة تحديدا وهي نقطة المنشأ البداية من البلد الأم يعني على عكس اللاعبين الآخرين لدينا لعبين عرب كتر في أوروبا لكن محمد صلاح تفوق في شزئية وهو أنه بدأ من الدور المصري بدأ من مدرسة المقاولون العرب حتى وصل إلى ليفربول إلى ربما أعق المدارس الكروية في العالم وهذه نقطة ربما تحسب لمحمد صلاح وبدأنا نشاهد ربما أداء مميز للاعبين عرب آخرين في الملاعب الأوروبية لكن نحن دائما نتكلمه عليه اللاعب الذي بدأ من الصفر دائما ما نعرفه أن الدوريات العربية صعب جدا أن نشاهد منها اللاعب يصبح من بين أفضل ثلاثة وأربع لعبين في العالم ليس لموسم واحد فقط بل لسنوات فأعتقد أن محمد صلاح جدير بأنه يفوز بهذه الجائزة وربما سنة تلو الأخرى يواصل محمد صلاح تعلقه رغم انضمام نجوم جدد لليفربول رغم ربما محاولات من الأندية الأخرى في أوروبا أنها ممكن أن تكتشف لعبين عرب جدد في فرقها لكن يبقى محمد صلاح هو العلامة الفارقة حتى الآن والشيء الفارقة الآخر هو المستوى التصاعد لمزالي قدما محمد صلاح وأعتقد أننا سنشاهده ربما في مستويات أعلى وأكبر في قادم المواعين إن شاء الله أكيد عايزة أسألك وحن نتكلم على مكاسب الكرة العربية أنت شايف من وجهة نظرك إيه مكاسب الكرة العربية في الزل تقلق محمد صلاح ورياد محرز وحكيم زياش في البريمير ليج وطبعا بنتمنى زي ما أنت قلت يبقى فيه تاني اهتمام أكبر باللعيبة العرب علشان نشوفهم في أندية عالمية زي طبعا صلاح وزياش ومحرز شوفي سارة هو الدوريات الأوروبية على وجه الخصوص الأربع وخمس الدوريات الكبرى دائما ما تلجأ لللاعب الأفريقي اللي من أدغال أفريقيا نتكلموا عليه سنوات طوال ضرزت فيها نجوم من أفريقيا السمراء لكن أفريقيا البيضاء اليوم أصبحت هي الأخرى مختلفة تماما أصبحت تقدم في لاعبين وأسماء باتوا ركيزة في فرقهم وفي أنديةهم نتكلموا على صلاح يتأثر بلفربول بتفوق وربما فورمة محمد صلاح ويتأثر كذلك بربما غياب محمد صلاح في بعض المناسبات نتكلموا كذلك على حكيم زياش في هذه المرة مع تشلسي ربما وأيضا مع آياكس قبل ذلك تشلسي بدأ يتأثر بحكيم زياش وأصبح يعتمد عليه اعتماد كلي في الفريق أيضا نتكلموا على إسماعيل بن ناصر اللاعب الجزائري اليوم الآخر يعتبر دينامو في إيسي ميلان الإيطالي وهو ركيزة أساسية يتأثر ميلان بغياب كذلك إسماعيل بن ناصر نتكلموا كذلك على حارس المرمى حتى على مستوى حراسة المرمى بدأنا نشاهد حراس عرب يتألقون نتكلموا على المغرب ياسين بونو الحارس اللي يتوج وكان سبب رئيسي لأن شبيليا يتوج بلقب اليوروباليك في النسخة الماضية وتألق كبير ربما أيضا حتى لي زميلة يوسف النصيري أيضا في جانب آخر نتكلموا عليه لاعب ليبي بدأ بداياته كبدايات محمد صراع نتكلموا عليه بداية المنشاة واللاعب المعتصم المصراطي اللي يقدم في مستويات كبيرة بدأ من الدور الليبي من فريق الاتحاد الليبي حتى انتقلوا إلى أوروبا مباشرة من ليبيا إلى البرتغال تدرج هناك في عديد الفرق نتكلموا أفاس البرتغالي نتكلموا عليه في توريا جيماريش والآن في سبورتينج براغا وهو ربما أثر بشكل كبير في تأخذ الفريق للدور 32 من اليوروباليك في هذه النسخة وهو ربما من الركائز اللي يعتمد عليها سبورتينج براغا ومدربه البرتغالي كارفال هو طبعا فخر لنا كلنا طبعا تقلق أي لعب عربي في الدوريات الأوروبية ودي حاجة بنبقى فخورين وإحنا بنتكلم عليها ولو رجعتك لصلاح عايز عرف برضو وفقا لمصادرك هل إدارة نادي الليفر بول أو صلاح طلقوا أي عروض رسمية من أنديت بورشلونة أو ريال مادريد أكيد أنت متابع يعني الأزمة أو الكلام أو تصريحات الكتير وتقارير اللي بتطلع أنه صلاح مش مكمل في الليفر بول والموضوع قد شغل الناس كلها وفقا لمصادرك هل إدارة نادي الليفر بول طلقت أي عرض من أي نادي شوفي هو الأسماء اللي ذكرتها في البداية هي اللي ذكر للحصر هناك عدد كبير من اللاعبين العرب اللي يتقلقوا في ملاعب أوروبا رجوع لمحمد صلاح وربما الأحاديث عن انتقاله إلى الدوري الإسباني ورقبتها في الانتقال للدوري الإسباني أعتقد بأنه من المبكر جدا أن يتم الحصم في هذا الأمر وأعتقد أنه لا يوجد شيء رسمي لإدارة الليفر بول من أجل ضم اللاعب محمد صلاح وأعتقد بأن إدارة الليفر بول لن تفرد في محمد صلاح بالسهل بس يمكن كان لتصريح أنه مش هنكبر حد على أنه يكون موجود لو هو مش عايز يكون موجود ودي جملة بالنسبة لمشجعي ومحبي الليفر بول وصلاح كانت غريبة شوي شوفي هي التصريحات دائما هرب التصريحات فها عديد من المعاني أعتقد بأن يوردون كلوب يعول كثيرا حتى شاهدنا في أحد المباريات صار فيه سوء تفاهم أو عدم رضا حتى تغيير محمد صلاح لكن بعد ذلك شاهدنا محمد صلاح ويوردون كلوب في طريق واحد أو في قط واحد هو هذا التصريح ربما مطلوب في هذا التوقيت لأن المقول مقبل على مرحلة مهمة وهي الدورة الإنجليزية متصدرة على الدورة الإنجليزية يحتاج لتركيز أكثر كيد يوردون كلوب من قبل محمد صلاح كذلك على صحيح الدوري أبطال أوروبا فأعتقد بأنه بمثل هذه التصريحات ممكن أن يوردون كلوب لديه رسالة ما يريد أن يوصلها لمحمد صلاح لكن أعتقد بأنه لا أحد أو مدرب بإمكان أنه يفرط في لاعب مثل محمد صلاح أين كان اسم الفريق وأين كان إمكانية التواجد للعناصر والأسماء الكبيرة في صفوفة نتكلم عن محمد صلاح وهو لازال الرقم واحد في المرهول حتى هذه اللحظة خليني أسألك كم من على نجمنا المصري هل فعلا على حسب التقارير ما بتقول أنه هو نجم أستنفيل أقرب من أنه هو يروح نادي غالاتسراي التركي؟ شوفي هو الأتراك مع مصر غائما في علاقة بيحتاجوا لللاعب المصري نتكلم الآن حتى على تقارير أكبر تشير بأن بشكتاش التركي يريد أيضا الاستفادة والعودة بالنسبة لمحمد النني إلى صفوف بشكتاش بعد أن استعاد ربما النني مركزها الأساسي في أرسنال وبعد ما أعاد أرتيت اكتشاف محمد النني من جديد وبعد يقدل في مستويات مهمة لكن مع هذا لازال بشكتاش يحاول بالنسبة لترزيقية ترزيقية تقلق في إبعاد فريقة من الوبوط في الموسم الماضي وأنقض الفريق من الوبوط فريق أستنفيل فريق عريق ربما في الدورة الإنجليزية وفي الكرة الإنجليزية أعتقد بأن ترزيقية من الأفضل أن يفكر فيما هو أفضل من الدورة التركية هو موجود الآن في مكانة كبيرة جدا في البريمرلي وبمكان أنه يفتح أفاق للتواصل لو أراد تغيير الأجواب بالانتقال لأحد الفرق الأخرى في الدورة الإنجليزية لكن أعتقد كذلك ترزيقية ما زال من المبكر أنه يحسم ملف رحيل عن أستنفيل وأعتقد أن إدارة أستنفيل لن تفرض بالسهل في انتقال التريزيقية خصوصا أنها تعول عليهم وشاهدنا هو ركيزة أساسية ومن اللاعبين الأساسيين في صفوف فريق باستثناء الغياب الأخير بعد الإصابة التي تعرضت لها مع فريق بشكرك جدا مراد دخل طبعا الصحفي بهيئة بي بي سي أو الإزاعة البريطانية ترجمة نانسي قنقر